الحرب العالمية الثالثة على الأبواب صواريخ أمريكية بعيدة المدى قريبا في ألمانيا الناتو يستفز روسيا وروسيا تستعد للرد الوضعية العدائية التي كشف عنها الناتو بالأمس تؤكد أن الحرب اليوم لم تعد للدفاع عن أوكرانيا فحسب وأنما هي حرب لهزيمة روسيا وأخضاعها ومنع مشروع بوتن نظام العالم الجديد لإيجاد طريقه بسلام حتى ولو كانت التكلفة إشعال العالم الرئيس الروسي قالها صراحة اليوم وبكل وضوح خلال منتدى دول البريكس الذي أكد أن تشكيل نظام عالمي يعكس الوضع الحقيقي للأمور بالعالم هو عملية معقدة وعملية مؤلمة الضغوطات تتزايد على كل من يمتلك موقفه الخاص وخلافا لمبادئ القانون الدولي يتم استخدام الإكراه والعقوبات وحادية الجانب والتطبيق الانتقائي لقواعد التجارة والابتزاز كما نرى محاولات للحد من الاتصالات المباشرة بين المشرعين وهو ما يتعرض مع مبدأ التعاون الحر بين البرلمانات أنا مقتنع بأنه من خلال العمل معا سنكون قادرين على تحقيق أقصى قدر من التنفيذ للإمكانات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والبشرية لبلداننا وجعل العالم في وضع أفضل الذي فجر غضب الروس كان أعلان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الولايات المتحدة ستنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا على أساس التناوب وتتوقع من ألمانيا نفسها تطوير هذه الأسلحة يعني أمريكا جعلت من ألمانيا رأس الحرب ومن ثم انهمرت ردود الفعل الروسية الغاضبة السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف قال إن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقسيرة المدى في ألمانيا خطأ فادح من جانب واشنطن ويشكل تهديد مباشر للأمن الدولي ويزيد من مخاطر سباق التسلح الصاروخي وأضاف أود أن أؤكد أن التسامح الروسي مع الاستفزازات ضد أمن بلادنا ليس بلا حدود ألا تفهم ألمانيا حقا أن نشر هذه المنظومات الصاروخية الأمريكية على الأراضي الألمانية سيجعل من هذه الأراضي أهدافا حتمية للضربات الروسية وقال هذا الحديث ليس قعقعة صيوف بل منطق بسيط لأي إنسان طبيعي أيضا الناطق باسم الكريملين هو الآخر قال إن حلف شمال الأطلسي بات متورطا بشكل فعلي في أوكرانيا وأن موسكو تراقم اقتراب البنية التحتية العسكرية للنيتو من حدود روسيا وبأنها ستضطر للتدخل لكبح التحالف العسكري الغربي أيضا نائب وزير الخارجية ريابكوف قال إن روسيا ستدرس ردا عسكريا على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا ونقل الإعلام الروسي عن ريابكوف قوله إن قرار نشر الصواريخ هذا يهدف للإضرار بأمن روسيا ومن أيضا علق على الموضوع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي موجود حاليا بواشنطن ليحضر قمة حلف شمال الأطلسي وقال إن احتمال نشوب صراع مباشر بين النيتو وروسيا أمر مقلق بلا شك وأضاف أنه يجب تجنب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العقبة أيضا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربن الذي أفادت فينانشل تايمز الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يحاول حرمانه من رئاسة المجلس بعد زيارته لروسيا والصين قال بدوره إن النيتو حاد عن أهدافها التي أسس لها وانخلاطه المتزايد بأوكرانيا خطير وغير مقبول وغير مسؤول ومجهول العواق وما زاد الاستفزازات الغربية للروس هو الحديث عن اندمام أوكرانيا للنيتو أو قرب اندمام لأن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرق قال بالحرف الواحد إن أوكرانيا تسلك طريقا لا رجعت فيه للاندمام للنيتو لا رجعت فيه ميدفاديف علق على البيانة الختامة لقمة النيتو وقال لائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتني ميدفاديف إنه أصبح الاستنتاج واضحا يتعين علينا أي على الروس الآن أن نفعل كل ما في وسعنا حتى ينتهي مسار أوكرانيا الذي لا رجعت فيه نحو حلف النيتو إما بزوال أوكرانيا أو باختفاء الحلف والأفضل بكليهما والنيتو لم يكتف بكيل التهم والتهجم على روسيا بل رفع النبرة أيضا بوضوح للصين بشأن دعمها لروسيا ووصف الصين بأنها الممكن أو الدعم الحاسم لروسيا بحرب أوكرانيا بينما يراقب التكتل للتهديدات الأمنية بآسيا فجاء رد الصين بالقول إن على النيتو معرفة مكانه وحجمه والتوقف عن التحريض على المواجهة وأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي منطقة للتنمية السلمية وليست ساحة للألعاب الجيوسياسية بلغ حلف شمال الأطلسي في تذخيم مسؤولية الصين فيما يتعلق بقضية أوكرانيا لا معنى لموقفه ويأتي مع نوايا خبيثة لقد حظي موقف الصين الموضوعي والمحايد ودورها البناء في قضية أوكرانيا باعتراف واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي وبدون أي دليل وصل النيتو نشر معلومات كاذبة ملفقة من قبل الولايات المتحدة لتشويه سمعة الصين علانية وهذا يستفز ويقوض العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي طبعا لا ننسى هنا للتنافس الاقتصادي والصراع الحالي بين مجموعة البريكسو ومجموعة السبع بعدما دفعت العقوبات والحروب التجارية اللي فرضها الغرب للضغط على الدول التي تخالف أمريكا بالتوجهات السياسية دفع بهذه الدول للبحث عن تكتلات اقتصادية أكثر عدلا وأكثر شفافزة لحماية مصالحها والنموذج الروسي خير دليل خاصة مصادرة الأصول الروسية لأن روسيا شنت حربها على أوكرانيا لماذا لم يصادروا مثلا أصول إسرائيل؟ في مارس من العام 2012 جمدت أمريكا والاتحاد الأوروبي ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول المملكة لروسيا ومنذ ذلك الحين يحاول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون توصل لطريقة للاستيلاء على هذه الأموال بشكل قانوني نسبيا نرحب بضيف التاسع من موسكو الباحث بالشؤون السياسية والاستراتيجية بسام البني أستاذ بسام أهلا بك معنا دائما يعني بدي أسمع تعليقك على هذه الوضعية لاتخذها حلف شمال الأطلسي تجاه روسيا هل اليوم في الساعي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لما قبل سقوط الاتحاد السوفيتي أو تفكك الاتحاد السوفيتي بدفع روسيا لسباق تسلح والأورستراتشنج بطبيعة الحال لأدى إلى استنزافها اقتصاديا مساءك الخير أستاذة ميشيلا بكل تأكيد الناتو يفعل كل ما بوسعي من أجل تهييج مشاعر الروس وخصوصا بموضوع الصواريخ التي سيتم نشرها في ألمانيا فألمانيا اليوم هي العدو التاريخي لروسيا بالحرب العالمية الثانية وكلنا يذكر كيف كانت روسيا والاتحاد السوفيتي موجودة في ألمانيا الشرقية التي انسحبت منها دون قيد أو شرط وسمحت للألمانيتين بالتوحد بدل الشكر لروسيا اليوم الوريس الشرعي لاتحاد السوفيتي نجدهم يقولون أنهم سينشرون صواريخ بعيدة المدى أو قصيرة المدى أو بمتوسطها وهذا يعني أنهم يهددون روسيا بالشكل الكامل الجيش الروسي اليوم على أرض المعركة أستاذ ميشيل يعني يسمي الأوكران نيمسي نيمسي يعني الألمان وهم يعتبرون أنفسهم يحاربون الروس يحاربون في الحرب الوطنية العظمة التي كانت عام 1945 و 1941 بدأت الآن دعيني أحدثك عن موضوع ما سكرته نعم إذا كانوا يريدون إعادة روسيا إلى ما قبل عام 1991 أي فترة نهيار الاتحاد السوفيتي ليكن ذلك عندها ستعود القوات الروسية إلى أوروبا كما كانت موجودة قبل خروجها من هناك وعندما كان الاتحاد السوفيتي زو قوة وزو جبروت لا يقهر أما الفترة التي لاحقت انسحاب روسيا من أوروبا أو الاتحاد السوفيتي من أوروبا وبعدها روسيا سحبت قواعدها من هناك وأطلقت العسكريون الروس إلى الطريق كما يقال دون أي مأوى أو أي عمل وكانت روسيا راكعة على الركب فقد غادرت هذه الحالة منذ زمن روسيا واليوم روسيا روسيا جديدة روسيا اليوم تصارع الناتو منذ سنتين ونصف على الأرض الأوكرانية بس أستاذ بسام اليوم الوضع يعني احنا ممكن خطير لدرجة يعني ننتظر لمرحلة الانتخابات الأمريكية وإمكانية أن يحدث أي تبديل أو عودة محتملة لترامب وحتى ذلك الوضع يزداد خطورة وفيه شعور بأنه فيه دفع باتجاه يعني جر روسيا فعليا لحرب مباشرة مع الناتو إن كان عبر إجسار الـ F-16 إن كان عبر الحديث حتى عن نشر صواريخ بعيدة المدى بألمانيا وإعادة لربما تحريك مشاعر مستفزة بالنسبة للجانب الروسي وعبر الحديث عن طريق لعودة فيه لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو يعني بكل تأكيد الناتو يفعل كل ما بوسعه من أجل أن ترتكب روسيا الخطأ أو المحظور وتستخدم الأسلحة النووية لأنه إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية سيقول لك ها هي روسيا قلت لكم أنها روسيا عدوة وهي تريد أن تعجمكم تريد أن تأكلكم شايفين ضربة نووي ولكن روسيا تملك صبر استراتيجي يعني لا يقهر بكل معنى الكلمة فكل الأسلحة التي تم تزويد بها أوكرانيا تم تحييدها الهاي مرس اليوم لا معنى لها يعني تم التشويش عليها وتم يعني اليوم تم تحييدها من المعركة بشكل فعلي لا تتقدم ولا تؤخر أصبحت أسلحة غبية بعد أن كانت أسلحة زكية الصواريخ ستورم شادو أيضا فكوا شفرته واستولوا عليه وحيادوه إلى آخرية الآن ستأتينا F-16 F-16 إذا ما طارت من الناتو أو من أحد دول مجاورة عندها ستكون هناك ضربة روسية لا محالة للمطارات طب يعني هذا يستاذ رد حلف الناتو وتفعيل الارتكل 5 أو البند الخامس ما هذا يعني معادلة بسيطة ما هم يعني معادلة بسيطة طبعا بسيطة روسيا تنظر إلى هذه الطائرة على أنها طائرة تحمل صواريخ نووية وهي تخرج من أرض الناتو باتجاه أوكرانيا وتشارك بالمعارك إذن في أي لحظة ممكن أن يستخدموها لضرب ضرب نووية وبالتالي روسيا من حقها أن تضرب مطارات التي تطوير منها هذه الطائرات وقد قامت روسيا بضربة استباقية للمطارات الأوكرانية قبل وصول هذه الطائرات إذن هناك في أوكرانيا مجالات صغيرة للغاية لطائران هذه الطائرة ولا تغير في سير المعارك أما إذا ما قامت قام الناتو بتدخل أكثر فأعتقد أن الصدام قادم رغم أني أستبعد هذا الموضوع ولكن تصريحاتهم اليوم تقول أنهم لا يريدون الصدام مع روسيا روسيا تقول أنها لا تريد الصدام مع الناتو لماذا لا يستخدم بوتين أوراق أخرى بيده؟ لماذا لا نتحدث عن مواجهة مباشرة؟ شفنا بالفترة الماضية حاول إعادة إحياء أزمة صواريخ كوبا من خلال ربما إرسال أسلحات تهدد إلى حد ما الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية وهذه ورقة قوية يعني بوتين عودنا على أنه يضرب في المكان الذي لا ننتظر فيه الضرب فعندما ضموا فنلندا والسويد إلى الناتو أثناء العملية العسكرية الخاصة لدى الناتو وفنلندا على سبيل المثال خمسين ألف مقاتل على أكثر تقدير قامت روسيا بإنشاء اتفاق استراتيجي مع كوريا الجنوبية التي تملك جيشها مليون مقاتل ومستعدين للقتال إلى جانب روسيا وصرحوا أنهم يفخرون بالقتال إلى جانب روسيا فما إذا كسبها ومر به هذه النقطة اليوم إذا كان الناتو سيقوم بعمل استفزازي ربما يكون روسيا قد أنزلت صواريخ مثلا في فنزويلا فقد كان الاسطول الروسي هناك منذ أيام وغادر ربما يكون هناك ضربة في الجماعات التي تحارب أمريكا هنا وهناك ولكن دعيني أذكر أن روسيا لا تتعامل مع ميليشيات بإنما تتعامل مع دول إذن هناك المعادلة الاستراتيجية البعيدة للأمد التي تم تحضيرها بين إيران وروسيا وربما يتم توقيعها في الأيام القليلة القادمة إذن نحن أمامها رد ورد فعل لا تنسي أن زيارة مودي الرئيس الهندي إلى روسيا هي زيارة تاريخية وجاءت قبل اجتماع واشنطن بقليل وهذا يدل على أن روسيا تلعب دورا هاما بين الهند والصين وبالتالي ربما يتفق سلاسع على العالم المتعدد الأقطاع واليوم سؤال سريع بالنسبة للصين لأنه ما بقى عندي وقت اليوم في هذا الإصرار أيضا من قبل حلف الناتو على زجر الصين بالمعادلة للبعض رأى أنه فيه نوع من الغباء لأنه هذا يدفع أكثر باتجاه تعزيز التحالف الصيني الروسي ليش الإصرار على إقحام الصين؟ يعني ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لروسيا من أجل التقارب الروسي والصيني والهندي لم يفعلهمهم بأنفسهم من كثر ما حكوا مع الصين وحكوا على الصين أنها تدعم روسيا وروسيا تدعم الصين وحرضوا تايوان على الصين كما حرضوا أوكرانيا على روسيا جعلت الطرفان يرتميان بحضن بعضهم البعض ولكن دعيني أن ينوه إلى أن روسيا لديها ورقة رابحة جدا وهي المصالحة أو تطبيع العلاقة بين الصين والهند إذا ما صدق حدثي وقامت بوتين بهذا التطبيع العلاقات سنجد أن الجنوب العالمي وأوراسيا بالكامل وكل الدول الحرة قد أخذت موقفها بشكل واضح وصريح من العملية العسكرية ومن روسيا ومن الغرب ومن الهيمن الأمريكي التي زائلة إلى مجال إلى لا نهاية أشكر ضيفي من موسكو الكتب الباحث الشؤون السياسية والاستراتيجية الأستاذ بسام البني شكرا لك